غرط جانفي هاو جا بين الاستشارة والغلاء الحقيقة على موسافة أسبوع من انطلاق الاستشارة الوطنية يسأل ويقول القايل ويسأل شنو اللي حذرنا وشنو اللي هايقنا لهالإصلاح وشكون اللي بيش يشارك وكيفاش بيش تكون الأسألة ولطوه مزال ما في قبال حتى شي مازال أسبوع واحد على البدأ في الاستشارة اللي اليوم تتوضع أمام الشعب أو باش تتوضع أمام الشعب التونسي من أجل أنه يستشار ويأخذ رأيه وهذا حاجة جميلة جميل أنه يستشار الشعب التونسي وجميل أيضا أنه الشعب التونسي يدخل من الباب العالي من أنه ينجز في بلاده ويتكلم على بلاده وجميل أيضا أنه نعتمد رأي الشعب ولكن الأجمل من هذا وذاك أنك تبين الرؤية أنك تقول وقتاش بيش نبدأ صحيح قلته أنه رئيس الجمهورية قال أنه غرد جانفي وغرد جانفي رأي غدوة معناها ما زالنا أسبوع على الأقل حضرناش رواحنا فماشي كلام في الإعلام فماشي حاجة عريناشي اليوم التنجرة اللي قاعدة تغلي وعرفناشي وين ماشيين هذا الكل ما فماش في الحقيقة ما يمكنش أننا نتفهمه الصمت هذا اللي يقول عليه زهير الجيس صمت القصور تماهيا مع فيلم أو شريط سينمائي للمرحومة مفيدة ثلاث لصمت القصور والتجار اللي أعلن عليها رئيس الجمهورية اليوم التجار نلقاهم سارعوا وسبقوا وبدأوا يزيدوا وينقصوا في الأسعار اليوم رئيس الجمهورية أعلن أنه يوم 13 ديسمبر الجاري واللي قال فيه أنه فيما سقف مبرمج من غرة جانفي 22 إلى انطلاق الاستشارة إلى 17 ديسمبر اللي بش نسكروا بيها البي بين الكل وبيش نعملوا انتخابات تشريعية جديدة وبالتالي برلمان جديد المواعيد مضبوطة ومعلومة ولكن ما فيما حتى محتوى كيفاش بيش تتثبت هال 12 شهر كيفاش بيش نعملوا وكيفاش بيش نتعاملوا مع هالمحتوى هذا اليوم الشعب التونسي غارق في كاسمه غارق في الإصلاحات لا سامحوني ما هوش في الإصلاحات هو غارق في قلة ذات اليد اليوم الشعب التونسي زادا غارق في حاجة اسمها الباسبور هدايا ولا الباس سانيتير هاك الوريقة هذيك اللي وقع التعدي عليه وعلى حقوقه في أنهما واحد يزيد الماء واحد يزيد الدقيق ولكن اليوم التوانسة ما همش عارفين منين يبدأوا بيش بيش يشاركوا وش كون بيش يسألهم وكيفاش بيش يعملوا لحقيقة ما زال أسبوع فقط واحنا مزلنا نتنابز بالألقاب وما زالوا هذا معه 25 جويلية وهذا ضد 25 جويلية ولكن الشعب التونسي ما هوش عارف روحه على أي منفذ ينفذ ومنين باش يطل عليه النور في آخر النفق اليوم عندنا مدارس تشكي ربي اليوم عندنا قلة ذات اليد وبطالة زايدة اليوم عندنا حكومة تخدم ما نعرفوش عليها كيفاش بيش تعمل لفم برلمان صحيح في الوقت الاستثنائي ما فماش برلمان لكن على الأقل أطلعوا الشعب على ما لم يطلعوا عليه اللي يسبقوكم اليوم نقعدين كان نكذبوا ونحطوا ساقة تغرق لأخرى في الحقيقة التونسة قالوا لكم راهوا ملينا ماذا بينا نفهموا وين ماشين وكيفاش بيش نمشي وكيفاش الإصلاحات هذية بيش تنجم تجيب لي قوت صغاري وإلا بيش تنجم تساعدني في هالأيامات الحلكة اللي جاية المهم أنه أحنا لحد الآن مزلنا ما نشفهمين أي إصلاحات نريد أي أسئلة سنضع أمام التونسيين وأيضا ماذا تنتظرون من الأجوبة إذا كان السيستام تسكر مرة أخرى كما أعمل مع الباس سانيتار اشتركوا في القناة